تكشف نتائج شهادة المتوسطة لعام 2019 في العراق عن حجم فضيحة انهيار المنظومة التعليمية بعد أكثر من 16 عاماً منذ بداية انحدار البلاد إلى الهاوية أكثر من 70% بلغت نسبة الراسبين في شهادة المتوسطة ووصلت في بعض المحافظات إلى 90% ليتجل الفشل التعليمي في أوضح صوره ويعري صورة المنظومة الحاكمة التي تلقت النتائج دون خجل ولا اعتذار ارتفاع معدلات الرسوب له أسبابه التراكمية منذ سنوات عدة افتقار المدارس لللوازم المدرسية وعدم توفر الكتب بشكل كاف وانعدام أدنى شروط التعلم حيث ما تزال الكثير من المناطق تحوي مدارس طينية يكتذ بها الطلاب وتنقصها الكوادر التعليمية فأدى هذا الوضع إلى استلام دفة التعليم أشخاص غير أكفاء قادوا مستقبل الأجيال إلى الهاوية في ظل هجرة الكفاءات العلمية وإقصاء المتبقية منها في البلد وليس من قلة موارد أو أموال يصاب التعليم في العراق بالعطب الخصصة لوزارات التربية في كل الحكومات المتعاقبة ميزانيات كبيرة أكثرها ضاع في صفقات الفساد والتقاسمه الساسة الذين أفسدوا التعليم ولم يتوقف الإهمال على الصعيد التعليمي بل المنظومة الأخلاقية باتت كلها في خطر حيث تحولت المدارس إلى مرتع لتعاطي المخدرات بين المراهقين ليس في مدارس الذكور فحسب بل حتى في مدارس الإناث دون أن يدفع هذا الحدث المسؤولين إلى التحرك وخصوصا تجاه مروجي المخدرات المرتبطين بالتجار الإيرانيين ولأن التعليم أهم ركن من أركان قيام الدولة ونهضتها يحاك له مخطط تدويري تهندسه إيران بالدرجة الأولى وينفذه بكلاؤها على حساب مصير أبناء العراق ومستقبلهم